بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل محاضرة الرابعة من درس الخامس من مقرر ميكانيكا المواعق 2 العنوان الشابتر Introduction to Compressible Flow Part 1 كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى إيجاد This balance يعني DP على ديرو At Isontropic Process Is Equal C This balance كنا راح تساعدنا في إيج؟ في حساب Speed of Sound نكمل المعادلات الحين فنعرف أنه For Isontropic Process معروف أنه PV Os K is Equal Constant V زي ما قلنا وهي Specific Volume تساوي لي إيج؟ تساوي لي واحد على Density تم تغييرها هنا فأصبحت المعادلة P على رو Os K is Equal Watt is Equal Constant فإذاً للPressure لو حطينا رو K هنا تصبح لي P is Equal Constant في H في رو K حاولنا أنه H نسوي هنا نفس الشيء عشان نوصل إلى نتيجة أخرى ثم يتم مقابلة النتيجتين ونتحصل على Speed of Sound for Ideal Gas فدي P على ديرو بما أنه نعرف P is Equal Constant على رو K فأيضاً Derivation حقها راح تساوي لي H constant في الكي في الرو H هنا Os K minus 1 لكني أيضاً نعرف أنه الكنستن حسب ما نشوف هنا فوق الكنستن تساوي لي H تساوي لي P على رو Os K زي ما موجود هنا فإذن راح نقول أنه DP على ديرو تساوي لي الكنستن عوضناها Pressure على رو Os K في K في رو Os K minus 1 بعد هنا الاختزال عندي H تبقى لي تبقى لي Pressure على رو في K زي ما قلنا الآن H عندي عندي Pressure على رو حسب ما شوفناها في المعادلة من قبل تساوي لي H في الـ Ideal Gas Low عندي Pressure تساوي لي رو R T فإذن Pressure على رو تساوي لي H R T عوضنا Pressure على رو بقيمتها التي طلعناها الحين حسب الـ Ideal Gas Low في الحصة الأولى فإذن تصبح للمعادلة تساوي لي K R T فهنا وصلنا أنه Derivation of Pressure at the Rho is equal C تربية هذا في الحصة الماضية وأيضا هنا تساوي K R T أو هنا small K R T وتصبح لأخيرا النتيجة C تساوي جذر K في R في T في السلايد اللي بعد سنحاول إيش إني نستعرض بعض القيم أو سرعة الصوت في إيش R أو في الهواء and Helium فاللاحظ أنه أت 200 درجة سرعة الصوت 284 والهيليوم 832 قبل هنا منمر لبقية أعطاء اللمحة على سرعة الصوت فقط يلزم القول هنا إن R إيش R هنا is constant وأيضا K is function of T فإذا سرعة الصوت هنا هذه بالT تتأثر هذه ثابتة وهذه بالT تتأثر سرعة الصوت فقط is only function of temperature يعني تتغير فقط pH بدرجة الحرارة لو أخذنا 300 كيلفن واللي هي تقريبا 27 درجة مئوية تقريبا فاللاحظ أنه سرعة الصوت في الهوا 347 متر في الثانية وفي الهيليوم 1019 متر في الثانية 1000 كيلفن زيد السرعة تقريبا الدبل بالنسبة لدرس الحرارة وأيضا هنا تقريبا الدبل بالنسبة بدرس حرارة 1000 كيلفن قبل ما نخلص المحاضرة هنا أو اتطرح السؤال هنا هل أنه المادة التي تكون كثفتها أعلى عندها سرعة الصوت أعلى أو أقل نعيد السؤال هل أنه المادة أو لو قارنت مثلا الهواء والهيليوم سرعة الصوت في الهواء أو في الهيليوم أعلى نظرا للكثافة أعلى أو نظرا لأن الكثافة أقل هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر